ذكر بيان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الولايات المتحدة يوم العشرين من هذا الشهر لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد فيما قال بيان البيت الأبيض أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق بينما يواصل التعاون من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد أضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين تطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما أوضح أنها الطرفين سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والصحة والطاقة عبر الهاتف من بغداد ينضم إلينا الدكتور معتز محي مدير المركز الجمهور للدراسات الأمنية والاستراتيجية دكتور معتز أهلا وسهلا بحضرتك ما هي الورقة التي قد يقدمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرئيس دونالد ترامب أو التي سيطلبها منه بالأحرى تحياتي لك يا أخوة العزاء المشاهدين الحقيقة يعني الورقة التي تباحث بها مع الزير الخارجية الأمريكية والسيد ترامب تتعلق بموضوع مهم جداً هو جدولة خروج الخوات الأمريكية من الحراس كما طالب بها أعضاء الفرلمان أكثر من مرة الحكومة العراقية السابقة والحالية فذلك هذه المباحثات تجرى على شكل دوري كل شهر الشهر الماضي جرت في بغداد والآن على مستوى رئيس الوزراء تجرى في واشنطن المؤمل من ذلك الحوار أن تكون جدولة لخروج القوات الأمريكية أو بقاءها في مناطق محددة كما أشارت لها تقارير أمريكية وعراقية سابقة وكذلك موضوع التدريب والتسليح لقوات العراقية لأن قوات العراقية كما تعرف هي مرتبطة بستراتيجية أمريكية وقع عليها الجانبين في حكومة المالكي كانت هذه الاتفاقية تركز على موضوع تهيل قوات العراقية باستمرار وتدريبها وتسليحها وفق الاستراتيجية وأيضا الأسلحة الأمريكية الغربية من هذا نجد أن الشيد الكاظمي يجب أن يكون في حديثة واقعي لحماية السيادة العراقية وكحماية السواج الأمريكي أيضا في الأجواء وغيرها من الأمور المهد دكتور معتز رئيس الوزراء العراقي دعا لانتخابات في السادس من شهر يونيو من العام المقبل أقل من عام أو نحو عشرة أشهر هل سيؤثر هذا المدى القصير الذي سيمكثه رئيسا للوزراء في طبيعة الطلبات أو في أشكال التنسيق مع الولايات المتحدة؟ طبعا لحد الآن هي هذا الموضوع الذي أو التاريخ الذي أفر عليه بإسم الوزراء قابل للحوار يعني هناك أطراف سياسية تريد تكون الموعد أبكر من هذا الموضوع لأن النقاش حول إخراج قانون انتخابات من أروقة البرلمان لحد الآن لم يعطيه كبيلة ولا نحقص نكاد على أرض الواقع أيضا هناك أحزاب وأطراف سياسية تقول أن المناخ العراق غير مناشة لإجراء الاتخابات في حزارات قادمة المناخ العام والمناخ السياسي وكذلك موضوع كورونا ومستقبل هذا التلوث الغريب والمرضي الذي يحل بالعراق هناك اتفاع في الإصابات اتفاع في الوفيات وهذا دلالة كبيرة دكتور معتز أخيرا وباختصار لو سمحت هل للولايات المتحدة تصور أو رؤية رؤية أو تصور يمكن أن تطرح على سيد مصطفى الكاظمي لموعد هذا الانتخابات تبكيرا أو إرجاءا أعتقد جدا سوف يناقش هذا الموضوع لأن النهجانب الأمريكي هو طرف غير منظور في موضوع مشاعدة العراقيين في موضوع حل الفرلمان العراقي وأيضا خاجة من هذه المحنة السياسية وكذلك وضع قيود جديدة إلى موضوع عدد الأحجاب قادمة التي رفعها الشارع وقيادات السياسية الأخرى وكذلك موضوع لا ننسى كذلك موضوع أيضا الاستثمارات الأمريكية خصوصا في مجال الطاقة الكهربائية نعم جنرال إلكتريك كان لها طرح مقدم في هذا الإطار لبناء شبكات كهربائية دكتور معتز محي مدير المركز الجمهور للدراسات الأمنية والاستراتيجية منضمن إلينا عبر الهاتف من بغداد شكرا جزيلا لكم